الذي ينظر في القرآن الكريم يجد آيات كثيرة تنهى عن التبذير والإصراف منها في سورة الأعراف قول الحق سبحانه وتعالى رغم أن المولى عز وجل أمرنا بالأكل والطعام والشراب يا بني آدم خذي زيناتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يبقى هنا التبذير هنا معناه الإصراف ليس معنى الترشيد هو المنع ولكن معنى الترشيد هو الضبط الحياة وفق منهج المصفى صلى الله عليه وسلم الآية الثانية كما قلنا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين حتى في الانفاق المولى عز وجل إذا كان معك المال كثير فلا يأمرك أن تنفق المال كله في سبيل الله ولكن ربنا يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي فيه توازن حتى في الإصراف حتى في الطعام والشراب سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولا بد فاعنا فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه فده منحك حياة سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم كثير من الآيات التي تنهانا عن التبذير وتأمرنا بالوسطية والاعتدال في كل شيء